مؤسسات تربوية جديدة تعزز بها قطاع التربية بولاية توكورت لهذا الموسم بهدف الرفع من قدرة الاستيعاب والمساهمة في تخفيف الضغط المسجل على بعض المدارس التي تعاني من الاكتظاظ تدعمت التجهيزات الخاصة أو الهيكل الخاصة بتمدرس التلاميذ وتحسين تمدرس التلاميذ في ولاية توكورت بثانوية موجودة في جوك وأيضا متوسطة أخرى موجودة في جوك ومتوسطة في أمزبد حيث تم إنشاء هذه التجهيزات لتقريب المؤسسات التربوية من الساكنة كما قامت مصالح مديري التجهيزات العمومية بتهيئة وإعادة تأهيل ل34 مؤسسات تربوية أخرى من إجل حل المشاكل الاكتظاد وتنقل التلاميذ تقريب المؤسسات التربوية من التجمعات الساكنية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية بما يكفل تمدرسا أمثل التلاميذ الحمد لله أنا صارت عدنا التنوية هنا في بلدتنا كوب يعني بعد هذا العناء اللي كان يتكبدوه التلاميذ يعني الحمد لله صارت عدنا التنوية ونشكره ربي وإن شاء الله ربي وفقنا ونجحنا إن شاء الله واش نتمره هذه التنوية ونوصله الأعلى المراتب إن شاء الله الدولة الجزائرية ساعت أن تقرب مقعد الدراسة لكل تلميذ والآن نحمد الله يعني كنا نسافر من منطقة هذه إلى غاية منطقة القرط وكانت المسافة يعني بعيدة كنا نقرأ في المدرسة بعيدة ولكن الحمد لله درنا مدرسة جميلة لهنا وعلى تقريبها للدار أنا سنة الثلاثة طالع الرابعة الحمد لله دار الإبتدائية هذه وقريبها لنا وكل تلميذ مدى بنا يكونوا يقرأ قالوا لذنا قدامنا هنا ومش يقال يقرأ بعيد ونخم معليه ونهار كامل ونجيب فيه يعني نخموا عليه الحمد لله حمد لله حمد لله يا ربي ومدى بنا تنقص شوية الاكتظار جنادت مديرية التربية لتقرد كل الإمكانيات اللازمة لانطلاق موسم دراسي ناجح ودخول مدرسي جيد لأزيد من 100 ألف تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية